المحاضرة دي كلها تبقى على موضوع Diagnostic Performance Measures نحن نعرف بعض البيوستاتيستيكال يعني كنسبس كده عشان نقدر نطبقها على الابروتش بتاعنا في الكمبيوتر ايدي الدياغنوسيس عشان نعرف نحن نقيم البرفورمس بتاعنا بقى احسن ولا اوحش من بارتكولر سيستم تاني او التشخيص اللي بيتم بواسط الاطباء فاول حاجة البرفورمس of a diagnostic examination can be basically considered as its degree of accuracy يعني قدرتها على تفاين سبجيكس affected with the given disease as positive and the subjects not affected with the same disease as negative طبعا حاجة متوقعة ومنطقية جدا ان الاداء بتاع التشخيص او الاختبار التشخيص اللي احنا بنعمله هو الدقة بتاعته يعني هي قدر يقول ان الحاجات اللي هي فيها مرض يقول عليها ان هي هتبقى positive والحاجات اللي ما فيهاش والعلان هي negative والإنديسيز نفسها which in different ways measured this performance are defined as measures of diagnostic performance يعني الmeasures of diagnostic performance هي عبارة عن مجموعة من البرامترز كده بنحسبها من diagnostic performance ونقدر نقيس بيها قدرة الـ diagnostic performance ده او يعني اذا كان مثلا كويس في حاجة او وحش في حاجة تانية وطبعا بيبقى فيه كذا measure مش measure واحد وكل واحدة بتقيس حاجة مختلفة في الـ diagnostic performance الاختبار بقى او التجربة او الـ study اللي هم بنعملها ومجموعة الـ studies اللي بعملها عشان نميجر the diagnostic performance of an examination او نكومبير the diagnostic performance of two or more examinations or defined as studies of diagnostic performance لو احنا بنعمل اختبار عشان نقيسي الـ performance بتاع جهاز معين او بنعمل اختبار علشان او نعمل تجربة يعني عامة علشان نقدر نقارن حكتين ببعض دي بسميها studies of diagnostic performance علشان evaluate performance عموما لازم عندنا حاجة نقدر نقارن بها الـ performance بتاعنا لازم فيها عندنا reference standard دي بنسميها عادة في الترمنالوجي بتاعت الـ biostatistics نيها gold standard gold standard ده معناه ان انا عندي حاجة محددة يعني عارف انها مفروض تبقى كذا يعني عندي حالة اللي جاية لي دي انا عملتنا investigation بطريقة مثلا كنت اخدت pathology report مثلا pathology report مثلا في الـ radiology ده يعتبر gold standard لان هو احنا بنشوف حاجة بالـ radiology في صورة وبعد كده احنا احنا اصلا بتبص على الـ radiology علشان مش عايزين اصلا ناخد biopsy فاحنا لو احنا عملنا study biopsy لمجموعة من الحالات وقررنا بالطريقة اللي احنا بنعمل بها الـ radiology في الـ radiology نقدر نبقى عندنا الـ reference standard ان هو pathology report بتاعنا ده يعني ايه يعني ايه يعني ايه دلوقتي لما اجي مجموعة عندي مجموعة حالات عندي صور لمجموعة حالات وعندي لكل حالة منهم التشخيص بتاع الحقيقي اللي جاي بقى من pathology او جاي من surgery او جاي من whatever يعني عندي واضح وموجود فممكن اعمل اختبار واشوف اذا كنت هقدر اتعرف على الصور دي بشكل سليم مقارنة بـ pathology report دي لو انا طلعت الـ accuracy بتاعتي عالية من الصور بس يبقى انا معناك كده ان انا ممكن بعد كده اعتمد على الصور وما اعملش الـ pathology report ده خالص فده طبعا ممكن ان هو بناخد الجهاز بتاعنا بعد كده بنشتغل به non-invasive لما بنشتغلش بايه بان احنا نعمل كمان الـ invasive procedure اللي بنتطار نعمل بنعمله عشان نعمل الـ pathology report طبعا احنا عندنا لو احنا اعتبرنا ان احنا عندنا radiologist و pathologist الـ radiologist هعتبر ان هو ده الحاجة الـ estimated الـ pathologist هعتبر ان هو ده reference standard اوكي فلو احنا عندنا كل واحد فيهم ده عنده صورة لنفس الحاجة اللي بيبص عليها الـ pathologist اوكي وده عنده اما ياخد قرار ان المرض موجود او مش موجود و الـ pathologist نفس الحكاية عنده المرض موجود او مش موجود فعندنا حاجة اسمها dichotomous judgment يعني yes or no اوكي yes يعني disease موجود no يعني مش موجود اوكي about malignancy يعني فيه مثلا عندي خطورة وعندي مثلا مرض ورم خبيث مثلا اوالا حاجة عايزين اعرف اذا كان موجود او مش موجود ففيه عندنا 4 possible outcomes اما true positive يعني انا دلوقتي الـ pathologist ال ان فيه و actually هي فعلا كان فيه pathologist ال فعلا فيه يعني هما الاثنين متفقين ان فيه او false positive معنى كده ان انا دلوقتي الـ radiologist ال فيه بس الـ pathologist ال مافيش لو بتكلم عن true negative معنى كده الـ radiologist ال مافيش والـ pathologist ال مافيش لو false negative معنى كده الـ radiologist ال مافيش والـ pathologist ال فيه طبعا من الكلام ده بنوصل لحاجة يعني هنده نوصل عليها دلوقتي حالا بتورننا الـ picture بتاعتنا بشكل اوضح بكتير ومنها بنطلع عدد كبير او من الـ measures اللي احنا بنعتمد عليها في اياس الـ diagnostic performance الحاجة اللي بنطلعها بقى من الـ من الكلام اللي كنا نتكلم عليه دوت ان احنا بنقارن الحاجة اللي هي جايان من الـ radiologic examination بالـ reference standard بسميها 2x2 contingency table فالـ contingency table ده بيبقى حاجة بالشكل ده كده عندي radiologic examination ايما يبقى yes or no الـ reference standard ايما يبقى yes or no ده اللي كان قبل كده اللي هو الـ pathologist وده عادة بيبقى بالنسبة للـ radiology بيبقى عادة لازم يكون حاجة زي كده هنا بيبقى عندي true positive اللي هما الاثنين متفقين ان هما الاثنين positive او true negative اللي هما الاثنين negative متفقين ان هما الاثنين negative او false negative معنى كده الـ radiologist ال negative بس الحقيقى ان هو كان positive او العكس بقى ان هو pathologist ال positive وهي كان negative او كي فبنتكلم على ان دي الاربع حالات اللي احنا متوقعين احنا نشوفهم ممكن ناكملات معاهم بقى حاجة اسمها marginal والتوتل يعني totals marginal totals والcommitative totals اللي موجودين على الحروف دول يعني دول باسيكي بيجمعونا الحالات دي بيجمعونا الاثنين دول مع بعض ما سميها all affected دول بيجمعونا دول بنسميهم all non affected دول بيجمعونا دول يبقى all positives يعني معنى كل ال positives اللي قالهم ال radiologist negative برضو بقول all negatives كل negatives اللي عمالها radiologist طبعا بتكلم على affected معنى كده ان انا بتكلم ده بتكلم طبعا reference standard يعني كل الحالات مجموع الحالات اللي هي حقيقا فيها المرض او او affected بالمرض او كي فمعنى كده العدد دوت هو ده العدد الحقيقي اللي فيه الحالات اللي هي كان المرض ده متواجد فيها non affected يبقى كل الحالات ان ال pathology او reference standard بتاعنا لان ما فيهاش فمعنى كده بتكلم ان دي الحالات اللي مفيش عندها المرض total هنا بقى بتكلم على كل الحالات ال radiologist قال عليها positive هنا كل الحالات ال radiologist قال عليها negative ده هنا grand total بتاعنا اللي هو مجموع الحالات اللي احنا عملنا لهم inclusion في الايه في التجربة بتاعتنا طبعا الحاجات اللي هنتكلم عليها ده في غاية الهمية هربني على الحاجات دي كل الميجرز اللي احنا هنتكلم عليها بعد كده فنفتكر كويس قوي ان احنا tp اللي هي true positive fp اللي هي false positive fn اللي هي false negative tn اللي هي true negative طيب بردو ناخد بعض ال definitions بردو بنسبه لل terminology عشان بردو رمليجي نتكلم على الحاجات دي بشكل يعني علمي او نقرأ paper مثلا فيها statistical analysis بردو متخيلين الكلام بيعني ايه بالظبط بنتكلم علي different terms عمتا الناس ممكن تستعملها في papers ياما cases ياما legions ياما findings ياما patients ياما subjects عمتا بنتكلم علي study subjects as patients يعني مجموعة الناس اللي انا عملت عليهم الدراسة بتاعتي بقول عليهم patients لو احنا basically هما كان عندهم المرض او عندهم اعراض المرض دوت بشكل ما يعني هما جايين انا جايب مثلا الناس اللي هما بيعانوا من اعراض معينة او عندهم علامات المرض الفلين اوكي ساعت هقول عليهم patients فمعنى كده اللي بتكلم علي الناس هنا بيبقوا symptomatic symptomatic يعني عندهم symptoms عندهم الاعراض لما بتكلم بقى عن asymptomatic persons يعني ناس جايين ما عندهمش اي حاجة خالص وانا بعمل عليهم اختبار او او اعملهم screening program معين زي مثلا الستات اللي بيتعمل عليهم breast cancer screening مثلا بيبقوا جايين ما هماش عندهم اي مشكلة ما عندهمش اي حاجة بيشتكوا منها فbasically انا بتشيك فيهم اذا كان في حاجة early ما لسه ما بقيتش محسوسة بحيس ان انا الحقها بادري ففي الحالات دي لما يكون عندي asymptomatic persons كالsubjects والstudy بتوعي بقول عليهم subjects يعني لما بكلم على subjects معنا كده عادة بتكلم على population ما بتشتكيش من حاجة يعني asymptomatic بتكلم على حاجة اسمها statistical unit بتاعتي هي حاجة اساسية جدا هي اللي بعمل عليها الدراسة بتاعتي ويعني basically هي اللي ممكن ان انا اعتبرها بتتغير according to the study نفسها يعني ممكن تكون statistical unit بتاعتي هي عبارة عن patients او عبارة عن organ او عبارة عن segment او عبارة عن lesions لان انا بعد كده هبص في studies يعني على examples اذا هديها ان شاء الله في المحاضرة دي قدام شوية هلاقي ان انا بتكلم بعض الاحيان على subjects او بتكلم بعض الاحيان على نفس الاشخاص patients مثلا وفي multiple lesions فممكن مسلا من نفس الشخص نفسه ممكن اخد كذا sample او اخد كذا صورة ويبقى كل صورة بتعبر عن lesions معينة واعتبر ان انا ببص على lesions يعني في الحالات دي بقى عدد statistical unit بتاعتي هتبقى اكتر من عدد patients فمثلا ناخد بالنا كويس او احنا بنتكلم على ايه بالزبط علشان ممكن ان احنا يبقى عندنا مثلا عدد من الحالات معين عدد من الصور معين وانا واخد منها مثلا regions of interest اكتر من عدد الصور نفسها فمعنى كده انا بتكلم ان انا lesion based مش بتكلم ان انا patient based اوكي فالالstatistic unit بتاعتنا تكون واضحة علشان نقدر نعرف العدد التوتل بتاعنا عامل ازاي ونقدر ان احنا نبقى اخدين بالنا في الاخر احنا بنشخص ايه بالزبط نشخص يعني المكان ده في مرض معين ولا مفهوش او الpatient ده عنده مرض ولا معندوش طبعا تفري كتير عماتا اوشود افويد ترم كيس ان scientific context عشان هي امبيجيوس اكتشوهي يعني بايسك ممكن تعني يا اما patient يا اما lesion فالحاجات اللي بفيها امبيجيوتي في الالسلجات مش محبوبة يعني ممكن تستعملها بس ما هياش تعتبر من الحاجات اللي بما هياش good practice يعني معنى ان انت لما لاحد بيكتب paper مفهوض انه يكون الوضوح فيها يبقى حاجة مهمة فلما بكتب كيس مش حقيق كويس يا اكتب كيس يعني شخص لا ايما اكتب انها تبقى patient او ليجين علشان تبقى الدنيا واضحة بالنسبة للريدر عشان هيفها من عملتي ايه بالزبط هي دي بقى بمجموعة الميجورز في دياغنوستيك برفورمانس هي هناخد ديفينيشن بقيتهم الماثيماتيكال كده سريعا وبعد كده نتكلم عليهم بقى هم معناهم ايه لان المعنى بتاعهم اهم بكثير قوي من الفورم الى نفسها فبنتكلم على السنستيفيتي او الحاجة او الترو بوزيتف ريت بتكلم عليها ان هي الترو بوزيتف على الترو بوزيتف ذا الفولس ناجيتف اوكي يعني لو فكرنا فيها كده احنا يعني باسيكلي مشوف الترو بوزيتف احنا عارفنا ان نتعرف على كام واحد من التوتال افاكتد بتوع الايه بتوع الحالات اللي موجودة عندي في الاستاتي اوكي لو احنا فاكرين التابل اللي هو الكنتجنسي تابل ده الكولوم نفسه كان مجموعة تي بلاس اف ان اوكي فبنتكلم علي ان احنا يعني شوفنا احنا مثلا لو انا فرضا شخصت مثلا خمسين حالة من مية يبقى معنى كده السنستيفي بتاعتي تابل 0.5 الحقيقة السنستيفيتي هي الابلتي تو ادينتفاي the presence of disease يعني انا دلوقتي عندي حالات فيها المرض ده انا قدرت ادينتفاي الحالات دي ولا لا من الحاجات المهمة اللي لازم ناخدها في اعتبارنا ان السنستيفيتي ما بتعتمدش على disease prevalence يعني ايه يعني ملاهاش علاقة المرض بتاعي ده نسبة انتشاره كام لان انا تكلم علي كل الحاجات اللي موجودة عندي هنا هي انا قدرت اعرف كام positive من كل ال positive فهي فعلا بقى انا بنكلم علي ال population بتاعت ال positive ال population بتاعت ال positive بقى كبير ولا صغير ما تفرقش معي اوكي يعني بمعنى ان انا disease prevalence عموما هو عبارة عن ان فيه كام واحد يعني في ال population عندهم المرض يعني لما اقول مثلا disease prevalence بتاعي مثلا 30% في ال study بتاعتي معنى كده ان فيه 30% من الحالات كان فيهم positive يعني فيهم positive indications او فيهم في ال pathology يعني لقينا ان هم عندهم المرض انا هنا بقى بكلم علي ودين الثلاثين دول انا عرفت كام واحدة فمن الواضح نيه ملاش علاقة بالسبعين التانيين ملاش علاقة بالتلاتين في المية دي كام خالص انا بكلم ودين الثلاثين انا قدرت اعرف كام حاجة مقابلة لكده بقى ان انا بكلم علي حاجة اسمها specificity على الجانب الاخر يعني او true negative rate انا بعمل فيها identification للabsence of disease يعني هنا انا كنت بحاول ادنتفى ال presence اوكي انا هنا بتعرف على ال absence يعني هنا بحاول ادنتفى اذا كان انا بقدر اجيب ال normal cases normal normal ولا لا يعني في الفرق اما انا يكون عندي حالات حالات فيها positive and negative الحالة دي انا قلت عليها positive وهي كانت فعلا positive انا برضو يهمني حالة لما تكون normal اقدر اعرف انها normal برضو ال specificity الحقيقة مهم جدا عشان تعرفني كلامه دي بقى نفس ال concept ال specificity بالضبط هي true negative على true negative plus false positive انا بكلم برضو على ال column التاني اللي انا كنا نشوفناه في ال contingency table فدي total بتاع الحالات اللي هي unaffected وهي الحالات اللي هي من الاffected اللي انا قدر تعرف انهما فعلا negative اوكي فانا برضو نفس الكلام ما هيش بتعتمد خالص على disease prevalence وفي نفس الوقت انا برضو بتكلم ان انا within بقى normal population التي تعرف كم يعني فاردل انا كان عندي مئة subject كان منهم مثلا سبعين كانوا normal اوكي انا قدر تعرف من السبعين دور خمسين يبقى معنى كده هلاقي specificity بتاعتي خمسين على سبعين اوكي يبقى انا قدر تعرف خمسين من السبعين اللي موجودين اللي هما normal اللي موجودين دول طبعا الاثنين دول مهمين جدا وما قدرش اقولن فيهم واحد احسن من التاني يعني sensitivity لازم تكون عالية والspecificity برضو لازم تكون عالية لو sensitivity عالية والspecificity مش عالية يبقى معنى كده ان هيبقى فيها عندي حالات كديرة جدا هتبقى basically عليها false positive يعني ايه انا انا شخصتها اني عندها المرض وهي ما عندهاش طبعا احنا نتكلم لما بنشخص حد بمرض معين وخاصة لما يكون مرض خبيث بيخش بقى في circle of يعني further tests او ممكن يبتلي بقى therapy او حاجات زي كده ممكن ما تبقاش حي كويسة ان تحصل له فاحنا نتكلم ان احنا مهم جدا ان احنا زي ما بنهتمل بالsensivity نهتمل بالsensivity كمان عشان نقدر نحنا نبقى شايفين الناس النورمال ما نعرضهمش لحاجة تخلي quality of life دعيتهم لعالقل الفترة ان هم مخدودين على نفسهم وقلقانين ان يبقى فيه المرض عندهم يبتدوا بقى further tests وده طبعا ممكن يكون فيه تكلفة زيادة ممكن يفضل الان حتى بعد من negative test بعد كده يعني برضو still قلقان انه ممكن ال positive اللي جاء له من الاختبار اولاني ده ممكن يبقى فيه مشكلة ففي مشاكل كتير الحقيقة بتيجي من ان احنا نبقى فيه عندنا false positives طبعا في مشاكل اكبر لما يكون false negative لما يكون شخص عنده المرض ويعني ما شخصناش المرض ده فطبعا المرض بيبقى اخطر بكتير بس برضو still لازم ناخد في اعتبارنا الاثنين ان هم حاجتين مش عايزينهم مش عايزين واحدة فيهم مش يعني ما يهمنيش بس false negative لا يهمني برضو false positive بنفس الطريقة في عندنا برضو حاجة تانية بنسميها positive predictive value دي عبارة عن true positive على true positive plus false positive دي معناه ايه بقى انا بتكلم دلوقتي على الرو بتكلم على مستوى الرو بتاعي يعني بتكلم دلوقتي ان انا دلوقتي في عدد من الحالات انا قلت عليها positive كم منهم كانوا صح اوكي يعني ايه يعني فاردا دلوقتي انا كان في عندي مثلا العدد الحالات التوتال اللي هما انا شخصتهم اللي هما positive كانوا 100 واللي كان عندهم فعلا المرض كانوا 30 يبقى معنى كده انا شخصت 70 غلط يعني دي حاجة خطيرة جدا زي ما كنت بقول دي حاجة برضو في منطقة الخطورة خطورة معناه ان انا دلوقتي يعني ده عبارة عن ميجور ريليابيليتي او the positive result يعني ازاي اقول ان ال positive result دي هن reliable ولا لا الحال اللي كنت بقول عليها ان 30 من 100 يبقى معنى كده ال positive predictive value party point 3 يعني معنى كده ان انا 30 في المية متأكد ان فعلا positive result دي فعلا بتاعني مرض طبعا دي حاجة سيئة جدا يعني طبعا دي في الحقيقة بتعتمد على disease prevalence لان طبعا الدستريبيوشن بتاع الحالات بتعتمد على disease prevalence بكام وطبعا العلاقة ما هياش مباشرة بس العلاقة implied يعني هنشوف ان هي فعلا بعد شوية هنلاقي ان فيه كورفاب بتورينا ان لها علاقة مباشرة يعني بتبقى proportion directly ل disease prevalence اوكي لما يكون عندنا specificity is the same يعني فعمتا بنلاقي ان احنا في الحالات دي احنا بنجيب رقم كده مش بيعني احنا عملنا ايه صح لا يعني الرقم اللي احنا قلناه او التشقيص اللي احنا عملناه دوت accurate بنسبة قد ايه لما يكون 30 في المية يبقى سيئ جدا لما يكون 80 في المية يبقى طبعا مش وحش اوكي فناخد في اعتبارنا انه هو بدينا reliability بتاعت ال positive results اللي احنا جبناه دي عكسها بقى negative predictive value اللي هي reliability بتاعت ال negative result بقى بتكلم على ال road تاني اللي هو في negative results true negative على true negative plus false negative يعني برضو بعتمد فيها على اشوف ان لو انا قلت negative على مية حالة وفرضا اللي فعلا كان حقيقا في يعني في ال pathology كانوا negative كانوا مثلا خمسين يبقى معنى كده عندي خمسين على مية negative predictive value بتاعتي يعني معنى كده ان انا متأكد خمسين في المية ان دي فعلا negative اوكي طبعا خمسين في المية تبقى وحشة لو بتكلم على ثمانين ستعين في المية طبعا تبقى اكيد بتدينا confidence ان الحالة بتاعتنا دي احنا شخصناها صح وطبعا كالعادة نتيجة ان احنا بناخد كل ما بناخد حاجات من مختلفة يبقى معنى كده هلاقي اكيد في dependence on disease prevalence لو انا النسبة بتاعت negative positive اللي هو اللي بكلم على الحاجات بقى اللي هي تشخاصة في ال pathology negative positive cam اللي هي total بتاعهم the affected and un affected الاثنين هي نسبتهم لبعض اللي هي في disease prevalence بتأصر لي على ال value دي بس اكشو بتأصر لي بشكل عكسي يعني لو شفنا بعد شوية هنشوف ان دي فيه direct proportionality بينها وبين disease prevalence دي هيبقى فيه يعني بالعكس بقى عشان طبعا هما الاثنين دول واحدة فيهم واحد نقصة التانية فمعنى كده غالبا احنا بالنسبة لنا هنلاقي ان احنا في الاخر دي هتنتناسب عكسية مع disease prevalence لو بتكلم على overall accuracy بتاعتنا بقى انا اشوف بقى لو احنا فاكرين في التابل بتاعنا التابل بتاعنا كان فيه الحاجات اللي كان true يعني انا اشخصتها صح كان true positive زي true negative مجموعة الحالات بتاعتي اللي هي number of cases بتاعنا يتدقوا grand total بتاعنا كان true positive زي true negative زي false positive زي false negative فالaccuracy باسيكلي تديني حاجة تميجر انا عرفت اشخص كام واحد صح من مجموعة الحالات اللي عندي اشخصه صح معناه ان انا بتكلم على ال positive وال negative ان هما الاثنين زي بعض مفيش اي اختلاف بينهم من بعض فهيبتديني measure كده لل global accuracy بتاعت ال measure اللي انا بعمله طبعا لو انا اخدت بالي هلاقي طبعا ان انا ممكن ان انا relate الكلام ده اللي هو الكلام اللي هو بتاع accuracy دوت لل sensitivity و specificity فهلاقي ان هو فعلا sensitivity و specificity دول ليهم علاقة مباشرة بال accuracy ان هي almost the average بتاعهم بس weighted average والweighted average ده بيزة على disease prevalence يعني disease prevalence بيعلوه علاقة فيه جمدة جدا فمعنى كده ان انا لو مثلا كان عندي disease prevalence بتاعي مثلا 0% هبقى مثلا ناحية حاجة معينة specificity اكتر لو اكلم على 100% التالي ناسي في sensitivity فهنشوف الكلام ده بوضوح في curveات قدام شوية في نفس المحاضرة دي من ال measure الثاني المهمة قوي حاجة مسميها false negative rate false negative rate هي proportion between false negative and all affected يعني دي مهمة جدا لان احنا بنقيس فيها احنا دلوقتي عملنا false negative طبعا بيبقى معناها ان انا كان في عندي حد عنده المرض وشخصته negative فهنجد ان اي عبارة عن false negative على false negative plus true positive فلنجد انها basically عبارة عن one minus sensitivity بتاع بيبقى اوكي فهي basically بتكلم برده ان هي دي لاعها علاقة بال sensitivity فباسيك لو انا عرفت sensitivity بابعارف false negative rate بتاعك اوكي فهي basically طبعا نتيجة ان هي معتمدة تماما عن sensitivity والsensivity ما كانش لاعها علاقة بال disease prevalence خالص يبقى معنا كده علاقة هنا برده مش موجودة مع disease prevalence false positive rate نفس الكلام بالزبط الproportion between false positive وال all non affected فهي في المرات دي بقى بتبقى one minus specificity وبرده بالتابعية بتبقى ما فيش اي اعتماد خالص على disease prevalence في حاجة مهمة جدا برضه لاعلاقة بال bayesian statistics حاجة اسمها positive likelihood ratio دي بتمثل increase in disease probability when the result is positive ودي بتبقى علاقتها بال sensitive to specificity sensitive to specificity على one minus specificity دي هنتكلم عليها بتفاصيل شوية عشان نفهم هي ليه condition بتاع ان هي كده هنلاقي ان هي لاعلاقة بال base rule اللي بتاعت probability ونفس الكلام بظبط negative likelihood ratio بنفس الشكل بالظبط هي تبقى عكسي دي بقى one minus sensitivity على specificity نتيجة ان هم dependent على sensitivity to specificity هنلاقي ان هم الاثنين ملهمش اي علاقة بال disease prevalence خالص فدي حاجة مهمة قوي طبعا disease prevalence عشان نبقى نعرف حسابه يبقى ازاي هو برا عن true positive زي false negative يعني false negative معناها ان هي كان فيها المرض بس ايه بس احنا ما حسبنهاش فدي فعلا فيه عندها المرض ودي فعلا true positive فعلا عندها المرض على التوتل بتاع عدد الحالات اوكي فدي طبعا حاجة مهمة قوي احنا بعرفينها عشان ما نتلخبطش فيها في الحسابات بتاعتنا اول major عندنا هو sensitivity في غاية الاهمية وده ما كنا بنقول هو ability to identify the presence of a disease يعني ان انا دلوقتي لو انا عندي فرضا يعني الحالات اللي هي positive اللي عندي مية هقدر جيب منهم كم واحدة من المية دول يعني لو عندي ثمانين حالة من المية دول عرفتهم هم مزبوط هم فعلا positive والباقي عملتهم غلط negative يبقى معنى كده السنسيفتي بتبقى point eight ناخد مثال على كده في paper بتاعت Sardinelli يعني والجروب بتاعه الحقيقة حاول نعمل sensitivity path mammography and dynamic contrast enhanced MRI for the detection of malignant lesions in patient's candidate for mastectomy يعني نكلم على فيه patients هيتعرضوا او هم دخلين عشان يعملوا جراحة استقصال ثدي اوكي ويعني ممكن هم يعني بيعملوا الاستاديس دي قبل ما يخشوا على طول العملية اوكي فباسيكلي they studied 99 breath in 90 candidates يعني هنا بنتكلم بقى على مستوى ال lesion لان احنا زي ما احنا شايفين كده عدد ال candidates 90 بس هنا بنتكلم فيهم على 99 breath اوكي فبنتكلم على على مستوى organ دلوقتي اوكي unilateral يعني في عدد منهم كانوا دخلين عشان يعملوا unilateral mastectomy يعني هشيلوا ثادي واحد او bilateral هنشيل اثنين اوكي فباسيكلي في عدد كان يعشان كده طبع عدد العدد بتاع ال organs هنا اكتر من عدد نتيجة الناس اللي هم عندهم بايلاترال لان احنا خدنا منهم صور من ناحيتين اوكي فباسيكلي reference standard بتاعنا اوكي establishes the presence of 188 malignant lesions يعني في عندنا في الحالات دي كلها 188 malignant lesions يبقى احنا كده رحنا بقى من العدد ال organs ده من 99 breast بقى عندنا 188 malignant lesions 188 malignant lesions اكيد مش واحدة من كل breast اكيد اكتر فمعنى كده احنا خدنا من كل breast عدد من ال lesions فمعنى كده احنا خلاص بقى ان اقلنا ان احنا نتكلم على ان ال study بتاعتنا هي lesion based يعني statistical unit بتاعتنا is lesion and not organ and not candidate or not subject اوكي يعني ما ياش patient فالماموغرافي لقى ان في 124 true positives and 64 false negatives ال MRI لقى 152 true positives and 36 false negatives عايزين نحسب بقى sensitivity بتاعت ال 2 كام بداياتا احنا عندنا هنا 124 يعني 124 صح و 64 غلط فمعنى كده احنا basic لو نكلم على sensitivity هي 124 صح دول على التوتال بتاع 124 زائد 64 اوكي اللي هي 188 اللي نكلم عليها فهتطلع 66% full mammography بالنسبة ل MRI انا لدينا نفس الحكاية بالضبط 152 على مجموعة 152 زائد 36 اللي هي برضو 188 نفسها يبقى معنى كده طلع علينا 80.9% فمعنى كده بنلاقي ان احنا basicly عندنا في فرق كبير بين MRI وبين mammography احنا هنا في الاستادي دي بقى بنقارن بين mammography و dynamic contrast enhanced MRI عشان نشوف انا واحدة فيهم احصى فطبعا من الواضح ان نلاقي كان في superior performance لMRI ال false negative rate بتاعنا اللي كان موجود هنا حوالي 0.34% اللي هو عبارة عن واحد ناقص الكلام ده لو احنا فاكرين يعني false negative rate 1 minus sensitivity والناحية التانية بقى لو احنا برضو اخدنا 1 minus sensitivity هنا تبقى 19.1% اللي هي بقية 80.9% فبقى عندنا هنا false negative rate هنا عالي جدا يعني تريبا تلت الناس تلت الحالات ما تشخصوش صحة في mammography هنا بتكلم عن حوالي 20% يعني واحد من خمسة اوكي طبعا تفري كتير قوي ان احنا نبقى عندنا MRI عشان بيبقى عدد الحالات اللي تشخصت غاب بيبقى قلب كتير طبعا تاني لاحظنا الـ statistical unit بتاعتنا هي lesion ما هياش organ اللي هو breast ما هياش patient اللي هو عدد الحالات هي يعني نعرف الحالات النورمال نشخصه نوما نورمال اوكي فناخد برضو example على كده برضو كانت فيه paper يعني بتكلم عن الاستادي دي بتكلم عن low dose CT screening for lung cancer واخد 1611 يعني 1611 symptomatic subjects يعني ما عندهمش اي حاجة بيشتكوا منها عشان كده بنكلم عليهم subjects بعملوا first screening event اوكي في first screening event ده 186 يعني لقوهم انهم positive يعني من 1611 دول العدد ده طال انه positive ودول راحوا بعد كده عملهم further studies with high resolution scanning واحد وعشرين منهم عملوا biopsy يعني خدوا biopsy عشان يعملوا يعني pathology report وفي الاخر 13 واحد منهم are found to be affected by lung cancer اوكي يعني في اثناء كل الحاجات دي ما حصلت ما بنعتبرش يعني بنجنور probability بتاع ان يحصل عندنا interval cancers يعني ايه cancer detected between first and second screening events يعني واحد ما كانش عنده في الاولاني وفي اثناء الاختبارات التانية بقى عنده انا اعتبر ان دي probability ولا ايه لقوي فمعنى كده بنتكلم ان احنا فعليا احنا التشخيص بتاعنا 1611 اللي هم عدد الحالات شخصنا منهم 186 ان هم دول ايه ان هم دول عدد الحالات اللي ايه اللي هي positive يعني radiology الفارق اللي بينهم ده ده ناجتف الفارق اللي بين دول اللي هو اللي انا قلت عليه ان هم ناجتف اوكي فباسيكلي ال true negative اللي هم 1611 minus 186 اللي هم اللي انا قلت عليه هم ناجتف هم كانوا فعلا ناجتف طيب ال 186 دول انا قلت عليه في radiology بتاع ان هم positive طلع منهم في الاخر كان واحد positive اللي تعملهم biopsy وطلع فعلا عندهم كانوا كام كانوا بالزبط هنا 13 13 اوكي فمعنى كده ان العدد اللي هو كان false positive هو 186 ناقص 13 دول العدد اللي هم يعني انا قلت عليهم positive اوكي وهما كانوا negative اوكي فمعنى كده ده الخطأ بتاعي اوكي ده الخطأ اللي انا ايه اللي انا طلعت لهم 173 اللي هو ان انا اخطأت فيهم ان انا قلت عليهم positive بس هم كانوا actually negative اوكي فمعنى كده احنا عندنا definition بتاع ال specificity اللي هي true negative على true negative زائد ايه زائد false positive اوكي فال false positive بتاعي هنا 173 زائد 1425 هطلعلي في الاخر نسبة 89.2% اوكي فطبعا احنا بنتكلم هنا في الحالات دي احنا عندنا هنا بنتكلم على كل حالة من الحالات كان عندها one possible legion اوكي for each subject فهنا فعلية ممكن اعتبر statistical unit هي اما lesion اما subject لان هما الاتنين في الاخر زي بعض هما عادت دول زي عادت دول بالضبط ما كانش فيه اختلاف الحقيقة الحقيقة للsensitivity و specificity بدون اجابات للpre-test questions اوكي 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 سوال التاني if the patient is not affected by the disease what is the probability that the examination produce a negative result دا الاسبيسيفيسيتي يعني ان هاد الوقت لو شخص عادي ما عندهش المرض عاد النارد دخل خد الاختبار دوت نسبة كان في المية انه هو هيتطلع فعلا ان هو negative هو فعلا هو هيتطلع كم في المية ان هو negative بالإيه بالاختبار فطبعا الاثنين مهمين جدا بالنسبة لاحقا نحن نفكر في الاثنين دول هم بيقولولنا يعني اجابات على ال pre test examination او pre examination questions عكس كده بقى ال predictive values هي اكشي بتديني حاجة بتانسر ال post examination questions هنكلم عليهم بعد شوية صغيرين اوكي فدي حاجة مهمة جدا احنا باخدينها في اعتبارنا ان احنا لما يكون نفكر في حاجة قبل ال examination غير ما يكون نفكر فيها بعد ال examination فمعنى كده ان انا لو كنت عندي بعمل statistics عشان اشوف ان انا بعد ما عملت الاختبار يعني انا ال reliability بتاعت النتائج بتاعتي دي ايه يبقى بصف ال predictive values و negative predictive values لو قبل ما عمل الاختبار خالص عايز اعرف نسبة ال probability بتاعتي ان انا اتعرف ان واحد عنده المرض دوت بشكل مظبوط قد ايه او نسبة ان انا اقول ان الشخص النورمال ده هو فعلا نورمال ده اقول ان هو فعلا نورمال بنسبة قد ايه دول ساعتها اروح لل sensitivity and specificity فزي ما كنت بقول sensitivity and specificity do not depend on disease prevalence فطبعا prevalence زي ما احنا كنا بنقول هو بيعرف ال proportion between the number of subjects affected by the disease and the total number of subjects of an entire population for a defined time interval طبعا prevalence ده انا عادة بعتبره مش لل مش بكلم مثلا على prevalence بتاع المرض الفلاني في مصر مثلا ولا حاجة يعني عندي مثلا 1000 subjects بكلم على 1000 subjects دول هما فيهم disease prevalence عامل ازاي مش بكلم على population طبعا انا ممكن انا لو انا باخد random samples يعني من population معينة بعتبر مجازا يعني او بأستيوم يعني ال prevalence by population ده represented فيهم لو انا كنت عامل truly random sampling مفروض يطلع فعلا كده بس طبعا ده في كلام لانه طبعا لو كان في bias في السامبل بتاعتي في عدد ال subjects او في مجموعة ال subjects اللي انا بعمل عادة لهم السطادي بتاعتي هتأصلي على نتائج بتاعتي ال incidence معناها number of subjects newly diagnosed as affected by the disease during a defined time interval اوكي فال prevalence ده ده الحاجة اللي هي المعتادة ال incidence يعني بعناها دلوقتي لو بقول مثلا كل سنة في كام واحد جديد بيجيله المرض ده اوكي prevalence معناها اقول ان في مصر مثلا نسبة ال hepatitis C virus مثلا كذا في المية اوكي incidence معناها ان كل سنة بيحصل كام حالة جديدة تخش في الايه في ال disease ده وتبقى ال disease ده يبتد يبقى موجود عندها طبعا لازم نلاحظ برضو ان الوضع الامثل بنسبة ال optimal situation في clinical practice بتاعنا ان لما يكون عندنا single diagnostic examination available with levels of sensitivity and specificity high enough to produce conclusive decision making يعني انا idea اللي بالنسبة لي انا يهمني ان انا اقيسي الحاجات دي ليه عشان في الاخر اشوف اذا كان انا عندي القدرة ان انا من اختبار واحد اقدر اشخص المريض ده بشكل conclusive او بشكل قاطع انه عنده او ما عندوش فبنتكلم بقى على نوعين من examinations انا بتمنى يكونوا موجودين كويس واحد بسميه single negative out اوكي single negative out يعني معنا كده انها single examination او single negative examination او single negative result rules out the presence of the disease اوكي يعني بتكلم ان انا دلوقتي لو انا عملت اختبار واختبار ده كان ال specificity بتاعته عالي اوكي او يعني basically او sensivity بتاعته بمعنى صح كانت عالي اوكي يبقى معنى كده ان انا لو لقيته ان هو negative يبقى لو انا sensivity بتاعته عالي كمفروض تجيب المرض ده لو كان موجود فلو قلت ان هو negative يبقى اكيد مش موجود يعني لو sensivity بتاعتي كت 99% كويس وانا لقيت ان الاختبار بتاعي negative اوكي يبقى likely ان انا basically طالما ان انا معرفتش ان انا يجيبه و sensivity بتاعتي عالي اوي يبقى اكيد المرض ده مش موجود عكس كده لما ال examination والى عليه single positive in يعني لو بتكلم ان انا positive result يبقى معنى كده ان هو فعلا عنده المرض ده the presence of the presence ده موجود فعلا بconfirm the presence بتكلم عن المرض عنده very high specific او التست نفسه very high specific يعني بمعنى ان انا بتكلم عن المرض او الاختبار بتاعي دوت معناه ان هو لو انا عرفت له normal او انا جبت له patient normal ما عندهش المرض اللي انا بحاول انا اختبر عليه دوت اكيد هيبقى النسبة بتاعته ان هو يطلقه لي هيبقى يعني نسبة عالية جدا هقول لي ان ده normal بنسبة عالية جدا فلو انا طلقت للpatient ده ان هو positive يبقى معناه كده يعني لازم اعتبر ان المرض ده actually موجود في الdiagnosis لازم ارول اتن لازم ان انا اكونفرم ان هو فعلا موجود فالsingle negative out او او single positive in ده ده بيعرف اختبارات لها very high sensitivity او very high specificity او فطبعا احنا بنسبة لنا في معظم الحالات a certain degree of certainty can be reached with a single diagnostic examination but not a definitive definitive conclusion مقدرش ان انا اقول ان انا الحقيقى يعني ان فيه اختبار واحد او spin او single negative out او single positive in غالبا بيبقى actually محتاجين كذا اختبار عشان نعمل الكلام ده نعمل اختبار وعلا كنا اختبار تاني من الاتنين دول ممكن ن conclude او ممكن احنا نعمل اختبار تالت كمان عشان ن conclude هنشوف مثال على كده بعد شوية اصغيرين وفي الحقيقى عادة يعني هو ده اللي فعلا بيتعامل عشان كده بيبقى الناس اللي بيعندهم مثلا شك في مرض معامل بيعمل تحليل واثنين وثلاثة عشان يتاكد ان هو فعلا الحاجة دي موجودة عنده او مش موجودة عنده ففي الحقيقى يعني الوجود بتاع صعب اقول ان اقول الاختبار بتاعي ان هو كده لان صعب جدا ان اقول ان الاختبار بتاعي دوت كفاية ان هو ما يخليش اي حد عنده المرض يعدي او ان هو كفاية ان هو ما يخليش اي حد نورمال يعدي يعني كل نورمال بيبقى معروف ان هما نورمال فغالبا بيبقى عندنا لازم احنا نعمل لازم کان تحليل عشان من ايه نميك شور ان ان لestic للمرض ايه بشكل يكون نسبته اعلى شوي الاتنين siamo دلوقتي يكلم بقى على ال former predict values واحدش故 الي هي كنا نتحدث انه تعبر عن reliability of positive or negative results and answer the questions post after مش before having performed the examination يوتلى كنا نتحدث عن specifically specificity بتانسر pre-test لا predictive value بقى بتانسر post-test فباسically if the result of the examination is positive what is the probability that the patient really is affected by the disease انا بكلم هنا على post-predictive value. لو result is negative what is the probability that the patient is really not affected by the disease. ده negative predictive value. يعني هنا بقول ان لو الشخص ده انا الشخص انه هو عنده المرض. اوك بالاختبار اللي انا عملته دوت. اوك. هو فعلا نسبته كام انه يكون فعلا عنده المرض. هنا لو انا الشخص انه هو ما عندهش حاجة. نسبته كام انه فعلا ما يكونش عنده حاجة. اوك. فباسically predictive values depend on the disease prevalence. اذا ما كنا بنكلم قبل كده. وهنلا ان فعلا لو احنا بنكلم على for the same sensitivity or specificity. هنلا ان ال post-predictive value is directly related to the disease prevalence. والnegative predictive value is inversely related to the disease prevalence. لو نكلم على نفس اللابل بتاع sensitivity or specificity نتكلم عليه. اوك. فطبعا احنا نتكلم عن reliability بتاعت ال report. وموانا نحنا نتكلم عليها بتاعت الميجور زي بنعملها دي. بتتغير حسب patient selections by the referring physicians. لو انا بقى عملي study معينة. لو انا ال population بتاعت كلها من جهة واحدة. او كلهم عندهم المرض. اكيد disease prevalence تاعتها يتغير. ف different disease prevalence دي عامة بتخليلي report بتاعتي بتتغير. او بتتغير حسب النسبة بتاع disease prevalence بتاعتي كام. هناخد كزا مثال للوقتي محدد جدا عشان بتبقى نتكلم نشوف التأثير بتاع disease prevalence دا عامل ازاي. في ميجا برضو مهم جدا ناخده قبل ما نبص على المثال هو overall accuracy. وده طبعا هو ability to correctly identify the presence and the absence of a disease. هنا انا سويت بين normal والabnormal. يعني دلوقتي طالما عرفتهم صح وما يتنبقوا زي بعض اللوقتي. فاحنا نتكلم اللوقتي على probability of a correct result. اوكي. فبنعرف بها global index of diagnostic performance. بس هي في الحقيقة ممكن احنا نلاقي ان هي يعني عبارة عن weighted average between sensitivity and specificity. والحقيقة لاها علاقة بال disease prevalence. يعني بسيكلي بنقدر احنا نوري ان هي ليوم علاقة بال average جابة عمل ازاي. او هي overall accuracy دا بيتغير مع disease prevalence. بين sensitivity value and specificity value. اوكي. واحنا عمتا في overall accuracy هنلاقي نحن ممتدي عند specificity value لما يكون عندنا minimum disease prevalence. وبنend at the sensitivity value at high disease prevalence. اوكي. ففي ال practice ما كنت بقول. it's a kind of a mean between the sensitivity and specificity which is waited for disease prevalence. والحقيقة دي feature بتاعت ان هو بيعتمد على disease prevalence دي. دي حاجة شيرد مع ال positive and negative predictive values. بحيث ان هما التلاتة بس اللي بيعتمدوا على disease prevalence. فده بيسيكلي بناخد امثلة كده. هناخد امثلة فيها الحالات بتاعت السنسيفت و ال specificity قليلة. وحالات التانية يبقى السنسيفت و ال specificity يعتبروا لحد ما عليين قيم عالية شوية. انا ناخد حاجات مثلا تحت كده في ال 10 في المية 30 في المية. وناخد حاجات بعد كده فوق في ال ايه 70 و 90 في المية. فاناخد برضو حالتين حالة فيها sensitivity اعلى من ال specificity وحالة العكس. طبعا الحاجة اللي باللون اللي هو دوت ده ده عبارة عن sensitivity curve من هنا. اوكي. ده عبارة عن specificity curve الاخضر. اللي هو باللون اللابني دوت او اللون اللي هو ال pink دوت. بنكلم على positive predictive value. اوكي. زي ما احنا شايفين كده باعتمد بطريقة positive مع disease prevalence اللي هو ال horizontal axis بتاعنا. ال negative predictive value بتنزل بطريقة برضو مشابهة في يعني مع disease prevalence زي ما كنا بنقول. اوكي. مع disease prevalence. الجزء بقى بتاع ال overall accuracy زي ما احنا شايفين بيبتدي عند lower disease prevalence بيبتدي عند specificity value وينتهي في الاخر عند sensitivity value في نهاية disease prevalence يعني في الماكسيمم بتاع disease prevalence. ما داشا قل طبعا disease prevalence 100% ما داشا قلنا يبقى 0% بس بكلم ان انا ايه يعني من اول هنا لغاية هنا باخد straight line كده بين اليتين دوله بعض. هنلاقي ان هو هنا نفس الحكاية بالضبط. انا هنا عكاست بس sensitivity و specificity مكانهم اتغير. نلاقي العلاقة برضو بتاعة post-predictive value والnegative predictive value هي هي برضو. اللي هي ده يعني direct proportional وده inverse proportional. هنا عشان انا بدلت الاثنين دول مكان بعض. فببتدي هنا ال overall accuracy بتاعتبتدي هنا اللي هو الكيرف اللونه احمر. وينتهي في الاخر هنا. ببتدي برضو specificity وانتهي بعد كده sensitivity. طبعا الاحظ هنا ان انا sensitivity ال specificity بتاعتي رغم ان هما سبتين. ال positive و negative predictive values مختلفين تماما. يعني مسلا بكلم على لو خدت عند point one هنا. لو disease prevalence تعي point one. point one هنا معنى كده ان انا لو طلقت فوق هنا. negative predictive value بتاعتي ايه? دي حوالي 80%. ده يعني معنى كده ان انا قلت ان انا negative. دبق عندي reliability 80% ان الحاجة بتاعتي دي صح. اوكي. طب دلوقتي لو هنا لو انا عند ال point one دي نفسها. وشفت ال positive predictive value. هلللناها حاجة صغيرة جدا. هلللناها مسلا 2-3% يعني ايه 2-3%؟ يعني عند point one دي لما يكون disease prevalence play point one. يبقى معنى كده لو انا قلت ان الحاجة دي positive يعني almost ما عندش اي reliability منها تكون positive. يعني واحد في المية reliability دي معنى كده يعني almost بقى يعني ال positive دي ما لهاش اي قيمة خالص. العكس بقى لقيه في الناحية التانية لو انا كان 90% اوكي لو disease prevalence 90% معنى ان انا لو بصيت هنا على negative predictive value هلاقي انها حوالي مسلا اقل من 5% يعني لو انا قلت انها negative يبقى negative لي ما لهاش قيمة. اوكي لان هنا ال negative predictive value قليلة جدا. اقل من 5%. ال positive predictive value بتاعتي يلاقيها مسلا 70-80% يعني ممكن تبقى حاجة هنا 70% مسلا. 70% من الكلب ان هي الى حد انها مهمة ماداش ان هنا نعملها. يعني لازم نعمل further testing. انما ال negative هنا ما تعنيش اي حاجة خالص. فزي ما احنا بنشوف كده. على range كله بتاع disease prevalence. القيم بتاع sensitive specificity رغم ان هي ثابتة. ما بتعتمدش خالص على disease prevalence. اللي ان فيه فعلا النتائج بتاعتي بتختلف اختلاف كبير الحقيقة. فلازم اخد الكلام ده في اعتباري. ولازم اهتم كويس قوي. او يبقى واخد في اعتباري كويس قوي disease prevalence. لما بص على الاختبار بتاعي يتعامل ازاي. هناخد نفس الحالات بس نغير بقى قيم بتاع sensitivity. لو كان عندنا الاختبار بتاعنا. له قيم مختلفة للsensitivity specificity. بكلما مع سبين في المائة وتسعين في المائة. زي ما احنا شايفين هنا برضو. الجزء بتاع post predictive value بيطلع بطريقة proportion لل disease prevalence. والnegative predictive value بتنزل. وبرضو هنا الoverall accuracy بتنتري برضو من عند ال specificity في القيم بتاع disease prevalence قليلة. وتنتهي عند القيم بتاع القيمة بتاع السensitivity عند disease prevalence اللي هي العالية. لما ببص هنا برضو عن 10% اوكي. 10% اللي هي عندي ان انا لو ببص على المسلا ال negative predictive value. اوكي. ال negative predictive value اللي هي عالية جدا. لقى 495%. 495%. فمعنى كده لو انا عند disease prevalence 10% قلت ان الحالة بتاعتي دي negative يبقى هي conclusive لل negative فعلا. عالية جدا. يعني صعبة جدا انها تكون غير كده. الفعالة specificity بتاعتي يعني تخلين اقول ان انا almost اللي هي يعني متاكد 100% ان انا فعلا صعب ان انا اعدي الحالة دي. يعني negative بتاعتي هنا معنى negative قوية جدا يعني يعني. يعني. ال negative قوية جدا يعني. ال نتيجة بتاعتي 45%. لو عند العاشرة في المية دي. كان عندي ببقى بقى 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 النتيجة بتاعتي طاعتلي positive. بقى بقى بص على positive predictive value هنا. هلاقي احوالي 20%. 20% دي او لايه لا. ما هيش عالية. فمعنى كده ان انا فعلا. دي كده النتيجة بتاعتي هنا مهياش عالية كفاية فما قدرش ان انا اقول ان الحالة دي كونكلوسيف لعندها المرضة. لو نقلت بقى ناحية التانية عند 90% هلاقي عندي عند 90% لو انا قلت انها negative ببرضو ببص على الكيرف بتاع اللي هو negative predictive value هلاقيها مسلا حوالي 40% 40% دي معناها ان انا قلت negative معناها ان الـ reliability بتاعتي 40% معناها ان انا لا انا كده مش متأكد قوي اكشوري اوكي يعني لازم اشوف نتيجة او لازم اشوف يعني الحالة دي اللي هي negative دي لازم اختبارها اكتر شوي لازم عاملها في حين انا لو قلت برضو 90% وكان نتيجة بتاعتي positive بوسع على positive predictive value لقى فوق الـ 95% فمعنى كده ان انا ببقى اقدر هنا اقول على طول كونكلوسيف لي ان الحالة دي فعلا عندها positive result. نفس الحاجة هي هي ورضو اقدر اقولها على الكيرف ده هنا كيرف بس عكسنا الـ specificity بدأت اكبر من sensitivity اوكي فنلاقي هنا عندنا برضو الكيرف بتاع الـ overall accuracy بيتدي من الـ specificity وينتيجة في sensitivity لو هنا عنده 10% هلاقي ان انا هنا اللي هو الـ positive predictive value لو انا قلت انها positive هتبقى بنتكلم مثلا على حاجة هنا مثلا في الـ 35-40% يعني تقريبا 35% 35% لأ ده كده بنتكلم ان هي مش مريحة ان احنا ناخدها ان هي اوكي كده وخلاص انا يكون مفيش المرض ده موجود لا لازم ناخد اختبار اعلى شوية عشان نتأكد اوكي لو بتكلم على هو الاجابة بتاعتنا طالت negative اتكلم انها بالتأكيد شكلها بار 95% يبقى معنا كده الرغيبالي بتاعته negative result هنا قوية جدا الناحية التانية لو 90% هلاقي هنا قيمة بتاعتي بتاعت لو انا قلت negative هلاقي انها حوالي 20-25% يعني لحد ما قليلة بس ما هيش قليلة كفاية ال positive value بتاعتي لو انا قلت انها positive يبقى شكلها انها فعلا positive فنلاقي ان احنا القيمة بتاعت الاختبار بتاعنا بتتغير بقى حسب الكيرف ده والكيرف ده يعني قيمة negative decision بنتكلم انها بتتغير بالشكلة ده مع disease prevalence كل ما كان disease prevalence تاعي قليل خالص كل ما كان reliability بتاعت negative result بتاعتي كانت ايه؟ يعني كل ما كان بتقل وكل ما كان ده بيزيد كل ما كان reliability بتاعت النتيجة negative دي كانت بتقل بالنسبة لل positive كل ما disease prevalence زاد كل ما reliability بتاعت positive decision بتزيد ناخد مثال بقى لpredictive values of clinical and screening mammography في عندنا حالتين actually ممكن نتكلم عليهم ان احنا عندنا clinical معناها ان انا دلوقتي عندي ناس جايين بشكوى يعني ناس عندهم مرض واحدة 6 مثلا عندها مثلا mass وكي وجاية تشوف الماس دي ايه؟ وكي والسكريني معناها واحدة 6 ما عنداش اي حاجة خالص بتروح تعمل regular check up عشان تتاكد ما فيش عندها اي حاجة او ما عنداش بوادر لاي حاجة فبتكلم ان انا دلوقتي الاختبار بتاعي عندي 95% sensitivity و80% specificity وdisease prevalence type 50% اوكي عايزين دلوقتي نتكلم على يعني عندنا فعليا 4750 true positives و4000 true negatives وفي عندي 1000 false positives و250 false negatives نتكلم على كده الcontingency table بتاع كل موجود لو حسب تبع الpositive predictive value بتاعتي هنا اوكي من الtable بتاعنا هاي بعبارة عن الـ 4750 دي على الـ 4750 plus 1000 اوكي هيطلع الـ 0.826 والnegative predictive value بتاعتي هيطلع الـ 0.941 فباسيكلي يعني دي تطور ارقام الحقيقة مش قليلة تطور ارقام قوية يعني معنا كده ان فيه يعني confidence في النتائج اللي هم طلعها في الاثنين فـ for nearly every 5-4 minute كنتيجة بقى للنتائج بتاعتنا هنا دي في الاختبار ده لكل خمس ستاتات affected with cancer there will be a healthy woman who undergoes diagnostic workup with possible needle biopsy اوكي يبقى معنا كده بتكلم على ان انا ده الرقم ده عبارة عن العلاقة بين الناس اللي كان عندهم اللي هو true positive مع الايه؟ مع الـ false positive اوكي ده علاقتهم ببعض كويس؟ فلكل خمس ستاتات بيبقى في واحدة يعني ما عندهاش المرض ده وتطر ان هي تروح تعمل بقى further testing عشان تقل عليها انها بوصلة في الاختبار الاوليين اوكي فطبعا بنتكلم على لو احنا بنتكلم على clinical mammography ده ما بيقى اشي مشكلة ليه؟ لو واحدة عندها mass وواحدة قال لا لا خليها نعمل لها على اختبارات اكتر شوية هتقبل الكلام ده لان هي فعلينا عايزة تطمن هي نفسها عايزة تطمن فباسيكي مش هتكونسيدر الـ invasive examination as useless or dangerous يعني مش هتعتبر الحاجة اللي هي زيادة دي ان هي حاجة فيها خطورة لا لا ده هتعتبر ان الحاجة دي ده حاجة في مصلحيتها هي عشان هتتأكد مية في المية الحالة بتاعتها بالضبط ايه؟ اوكي؟ فمعنى كده النسب بتاعتني هنا كده النسب ممتازة جدا متكلم كده ده الحالة اللي وقت بتاعت clinical mammography اللي عندنا حالات جايين بـ mass هنلاقي ان فعلا الـ condition نفسه او الحالات نفسها اللي جات الـ diagnosis بتاعها الحقيقة اتعامل بشكل كان مقبول جدا والناس حتى اللي كان فيها عندهم اخطاء كانوا فعلا ما عندهمش مشكلة ان هم الخطأ ده ما سبب لهمش مشكلة كبيرة تعالوا بقى نشوف الوضع ده في حالة تانية بتكلم عن الوضع بقى بتاع ان احنا نكلم على screen mammography الفارق بين الاثنين هيبقى موجود في disease prevalence يعني بتكلم على اننا الناس اللي عندهم masses disease prevalence بيبقى عالي جدا لو انا بتكلم على population بتاعت screening الناس ما عندهمش اي شكوى خالص asymptomatic اكيد ان disease prevalence بيبقى عالي فهنشوف الـ effect بعد ده على disease prevalence لما يقيل اللي يعمل ايه نفس الحالة او نفس screening test هو هو او نفس الاختبار هو هو 95% sensitivity و 80% specificity اوكي نفس اللي عندنا 10,000 asymptomatic women ده في screening mammography بنتكلم على ان احنا عندنا دلوقتي disease prevalence 3% بعد ما كان 50% بقى 3% دلوقتي لقينا 285 true positive 7,760 true negative 1,940 ده false positives بقى بتوعنا والـ 15 false negatives اوكي فالـ negative predictive value بقى انلاقيها بقت ايه 0.998 بقت عالية جدا فمعنى كده الـ negative result هنا في screening mammography بتعني 100% ان الدنيا كويسة مفيش كلام ان احنا عندها رابيطة عالية جدا ونحنا نقول almost 100% انما لما نبص بقى الـ positive predictive value هما الاثنين طبعا بيعتمدوا بشكل عكسي على الايه على الـ disease prevalence واحدة بتزيد يبقى تانية لازم تقل فلاقيناها قلت بقت 12.8% يعني ايه؟ يعني بتكلم دلوقتي ان انا الـ reliability لو انا بعمل screening دلوقتي لقيت ان في مشكلة بيبقى نسبة 12.8% انه يبقى فعلا في مشكلة اوكي فلو احنا بناخد الكلام ده ونعمل بعد كده اختبار عليه او نعمل بعد كده بايوبسي على اساسه هيبقى عندنا مشكلة كبيرة قوي ليه بقى؟ يعني لو احنا بصينا على الحالات اللي هي مثلا في الـ positive predictive value اوكي بنتكلم ان كل سبع ستات healthy اوكي بيبقى فيه يعني في الاخر يعني لكل واحدة من الحالات اللي كان عندهم مشكلة اللي هما 285 دول اللي هما true positive هيبقى فيه قدهم سبع مرات اللي هما هنا دول هيتعمل لهم بايوبسي من غير ما يكون قصة عندهم اي حاجة خالص النسبة بتاعت اللي هو 1440-2285 هنا دول true positive دي true positive دي false positive اوكي فنسبة ديل دي نسبة عالية جدا يعني بنتكلم على ان فيه قصة كل واحدة ستة عندها مرض عندنا سبعة بيتشخصوا غير تندهم المرض اوكي فزي ما احنا شايفين كده بنتكلم على حاجة عالية للغاية لو احنا بنبص على recall rate recall rate ده معنا ان كان في المية من الستات اللي هم تعالوا تاني عشان نختبركو تاني او نعملوكو further testing بنتكلم على ان هو very high ويبقى equivalent تقريبا لحوالي 22.25% يعني حوالي بنتكلم على خمس الستات تقريبا هيرجعوا تاني اوكي دي نسبتهم اللي هم العدد التوتال بتاعنا اللي هو ده اللي احنا قلنا عليه positive ده اللي هو ده مجموعة لتين دول زائد ببعض على التوتال بتاع عشرة تلاف ستة اللي راحوا عملوا الاختبار اوكي فطبعا احنا بنتكلم على ان يعني بنعمل false alarm recall rate عالي جدا يعني بنكلم من خمس الربع عدد الستات والحقيقة لو احنا بنتكلم ان احنا هنعمل الكلام ده كزا مرة يعني الاختبار التاني برضو هيبقى فيه نفس الحكاية لما عمل اختبار تاني لو اختبار تاني بنفس الطريقة اوكي هيبقى برضو نسبته نسبة recall rate بتاعه حاجة برضو في الحدود دي فبنتكلم على ان احنا لو عملنا الكلام ده اربع خمس مرات يعني تقريبا كل الستات هديجي تاني يعني كل الستات الموجودين يعني لو احنا بنتكلم على كل واحدة من الستات دي هتعمل كل سنة ماموغرافي يعني في خلال اربع خمس سنوات اكيد هيحصلها recall اوكي فمعنى كده دي حاجة ريت عالي جدا ريت عالي جدا من ناحية انه هو كمية شغل كتيرة جدا من نسبة ريديولوجيست economic cost عالي وفي الاخر خالص احنا بنتكلم ان احنا يعني لما يكون في نسبة خطأ بالشكل الفضيع ده وصد كل واحدة سبعة غلط يعني ده بيبقى نسبة طبعا صعبة جدا الستات بيت lose confidence with the screening program يعني بمعنى انه لما يجي لها positive result يعني تقول انه غالبا من ال positive دي ما تدنيش اي حاجة خارص انه شافت قبل كده ستات كتيرة جدا كانوا positive او طلعوا positive في ال screening program ده وفي الاخر ما كانش عندهم حاجة فطبعا حاجات دي مهمة جدا وزا ما احنا شايفين بنفس sensitivity ونفس ال specificity totally different results في الجزء بتاع clinical mammography كانت very acceptable في الجزء بتاع screening mammography totally unacceptable لو احنا بصينا بقى على ال curve بتاع الحالة بتاعتنا دي اللي هي كان عندنا 95% sensitivity و80% specificity هنلاقي النقطة اللي احنا كنا بنتكلم عليها في حالة clinical mammography كانت هنا كانت في الحالة دي هنا كده عندي 50% disease prevalence هنلاقي ان في الحالة دي الاثنين تبقى sensitive to specificity الاثنين ورائبين من بعض والاثنين مش وحشين انما هنا لما كنت بتكلم انها اقل من 5% تكلم انها 3% دي كانت قليلة جدا ودى كانت عالية جدا فنلاقينا احنا دايما بنجد good results او acceptable results دايما بتيجي في الاثنين النقطة اللي فيها الاثنين دول بيبقى زي بعض يعني sensitive to specificity بقول الاثنين حقيقى احسن بالشكل ده كده او ممكن تبقى acceptable برده ان ال positive predictive value بتاعتي تبقى اعلى شوية اكشوالي اوكي فعمتا يعني حاجة around المنطقة دي كده بيبقى عندي نتاج بتاعتي ما بتبقىش وحشة ابدا اوكي انما لما بقول extremes بقى اللي بفيه عندي فروقات جمدة جدا جدا بين الجزء بتاع positive predictive value وال negative predictive value لا بيبقى فيه مشكلة يعني هنا positive predictive value قليلة جدا وال negative predictive value عالية جدا هنا العكس بقى اوكي هنا دي عالية جدا هنا دي قليلة جدا فانا دايما بحب ان انا اكون في المنطقة اللي هنا دي اللي within two curves or positive predictive value negative predictive value بين sensitivity وبين specificity values دي كانت دي نتائج فعلا ما تبقى احسن نتائج ممكن انا احصل عليها في الاختبارات بتاعتي او في الدراسات اللي انا بحب اعملها على عدد كبير من الحالات في عندنا بعض ملوحظات ممكن اخدها من ال example اللي احنا تكلمنا عليه من شوية ده ان بعض الناس بتعتقد ان sensitivity و specificity دول properties بتبقى ிلانيك للاقس نفسه وما هيش اي علاقة خالص بالдЯزيز ان احنا بنحاول ان احنا confirms or exclude وده الحقيقة مش صحيح يعني ايضا pandemia يده برضو ام علاقة اساساบ المرض اللي احنا بنحاول نعمله اللي احنا برضو لو اكلم على الموضلح تفوليني ال اتراسوت على الألتراسولน بيستعمل مثلا ب línea السبسيفيتي تعالي عشان يدتكت مثلا حصوه في الكلة مثلا اوكي اا لو بتكلم مسلا مسلا سيب أبص بالالتراسون heyoooo هو نفسه نفس النفس المكنة هي هي بالضبط على حاجه مختلفه لا ده اعتبر السنسيفيتي والسبسيفيتي فااكيد هيطلقه حاجه مختلفة فلازم اربط السنسيفيتي والسبس الفتي للحاجه تعالي حاول اوبص عليها يعني ماينفعش اقول السنسيفيتيентаあれاح الالتراسوند كزا لا ده sensivity و specificity دول بيبقوا defined للالتراساوند عشان لما بص به على المرض الفلان فدي حاجة لازم ناخدها في اعتبارنا كويس قوي الحاجة التانية اللي احنا لاحزناها بقى في النتائج بتاعتنا ان في فرق كبير بين clinical radiology وال screen radiology ده الكلمة على clinical radiology اللي في عندي symptomatic patients او symptomatic subjects الناس جايين لي عندهم شكوى عندهم بعض الاعراض فباسيكلي بنحاول في ده عشان يطلع لنا نتائج كويسة ان احنا نستعمل حاجة فيها high sensitivity even in the presence of a relative low specificity لان احنا دلوقتي عندنا الناس عندهم مشكلة مشكلة ظهرة يعني فلما يكون عندي حد عنده مشكلة ظهرة يبقى يساحت ان انا اطمن يساحت انها يبقى فعلا لو في حاجة عرفها لو في حاجة حتى ال specificity لو كانت اقل شوية مفيش مشكلة لان انا الشخص ده لو انا طلبت منه ان انا اعمل further examination هيبقى willing ان هو يعمل كده عشان يطمن اوكي انما في ال screening radiology بقى قصة مختلفة بيبقى عندي asymptomatic subjects يعني واحد كده جاي ما عندهش اي حاجة بشتك منها خالص فلازم نستعمل examinations with high specificity اوكي علشان نaccept trade off يعني عشان sensitivity ما تبقاش يعني ايه يعني ممكن انا اقبر sensitivity ما تبقاش عالي قوي نتيجة لان انا يعني هدفي في الاخر ان انا اتاكد ان هم دول normal ما هماش عندهم حاجة فمعنى كده ان انا بركز في ال clinic radiology على aspect مختلف تماما بركز عليه في ال screen radiology اوكي فلازم يواخدين بقى لنا من الاثنين دول العاقتهم ببعض ايه طبعا ان انا مهم جدا عندي في ال radiology ان انا او في ال screen radiology معنا صح ان انا ما اجيش عندي شخص normal ما عندهش اي شكوى خالص ودخله بقى في ديلمة بتاعت ان هو يعمل further testing ويبقى الان ان هو في حاجة فيها خطورة او حاجات زي كده ويطلع في الاخر ان ما فيش حاجة لان اهمني ان انا ابقى متاكد ان هو normal اتاكد 100% ان هو normal لو في شك ان هو normal يبقى معنا كده ان ايه ان انا بتكلم ان فيه يعني ممكن انا اعمل بقى further testing عشان اتاكد من الكلام ده فمتا clinical radiology ده ممكن ان احنا بنتكلم على ان احنا يعني sensitivity عالي دي جدا بنتكلم على single negative out يعني بنحاول ان احنا نقرب من الموضل بتاع single negative out يعني بمعنى ان انا sensitivity عالي جدا بحيس ان انا لو طلالي هنا negative يقول عليه ان هو negative ال screening لا يعني single positive in معناه ان انا يعني بتكلم على حاجة specificتها عالية فمعنى كده لو قلت انها positive مفروض ان انا يبقى عندي حاجة شكلها مش صبيعي يعني لازم اتاكد ان حاجة زي كده before the testing اوكي فباسيكلي الفرق بين التين زي ما كنت بقول ان واحدة فيه ما عندي symptomatic disease والتاني مفيش symptoms اصلا اوكي فلازم الاختيارات بتاعتي لل diagnostic workup بتاعي لازم ان هي تبقى ايه؟ لازم تبقى فعلا جاية من ال concept من ان ده واحد جاية عنده مشكلة فلازم اتاكد فعلا مية في المية المشكلة بتاعته دي ايه بالزبط والتاني ما عندهش ايه مشكلة خالص فمش عادي ستدخله في مشكلة الا اذا كنت متأكد ان عنده مشكلة عشان بتاني بقى نتكلم عن likelihood ratios لازم نتكلم بقى على الفرق بين ال Bayesian vs Frequentist statistics الحقيقة الconceptive probability هو ابارة عن degree of our believing that an event happens دي دي غالة ما تبقى subjective probability ودي الفونديشن بتاع ال Bayesian statistics ال Frequentist statistics معناه ان بيتكلم ان احنا عندنا عدد حلقات منهم عدد الفلاني ده فيه وعدد الفلاني ده ما فيهوش كبه معناه كده بقى اسم ارقام على بعض اجيه في الاخر نتيجة فاذا كان انها objective probability لان هي فعليا بتقيس حاجات في population بتقيسها فعليا مش بتتكلم على ان هي بتاخد sample وفي الاخر من sample دي conclude على general population لا ده بتاخد عدد محدد والعدد ده بتشوف كان فيه المرض وكان ما فيهوش وطلع بناءا على كده statistics فعمتا نلاقي medical research اساسا هو مبني على Frequentist methods ما هياش مبنيه على ال Bayesian كتير حقيقة فطبعا في الاخر والهدف من كده ان احنا في الاخر نطلع يعني عندنا hypothesis معينة والhypothesis دي انطلع لها ياما نسبتها ياما نسبت عكسها ويكون عندنا reliability measure زي حاجة زي P value مثلا اللي بنشوفها في ال statistics بيبقى عندي حاجة محددة كده يعني figure of merit كده يقول لي conclusion بتاعت دي reliable لدرجة قد ايه فدي طبعا حاجة يعني برضو لحد ما لها قيمة ويعني في ال medical research الحقيقة دي بتستعمل بطريقة يعني very extensive كلمة عن evaluation بتاع diagnostic performance الحقيقة ال Bayes theorem عندها basic conception relevance يعني لا علاقة الحقيقة شكلها برضو منطقية كأنها تكون موجودة دي نشوفها دلوقتي بقى في ال derivation بتاع ال likelyhood ratio دي جاي منين ال Bayes theorem بتقول لي property of y given x بتال property of x given y في property of y على property of x اوكي ال P of y ده هو apriori probability of y يعني انا قبل ما اعرف خالص ان قبل ما اعمل اي حاجة نسبة تواجد y ده قد ايه تقريبا في الدنيا ده حاجة زي disease prevalence كده property of x given y يعني likelihood function بتاعتنا يعني ان يكون عندي subject ده يعني given ان فيه المرض ده موجود اوكي P of x هي marginal property بتاعت بتاعت ال x دوت ان انا observe the x event و probability of y given x اذا ايه posterior probability of y given x يعني انا دلوقتي ايه ال probability ان انا اشخص y given ان انا عندي الحالة x او عندي التشخيص بتاعه و عندي الكيس بتاعت ان ايه x اوكي فوحدة فيهم من دول يعني ال x وال y دول باخد واحدة فيهم ان هي عبارة عن الحاجة الحقيقية يعني subject الحقيقي نفسه عبارة عن ايه اوكي والحاجة التانية هي عبارة عن التشخيص بتاعي يعني ممكن اخد x دي ان هي التشخيص بتاعي هو ايه وال y دي هي الحقيقة بقى هي ايه اوكي يعني بمعنى انا اقول مثلا probability of y given x يعني الوقت لو انا قلت xd positive يعني probability of y d positive فعلا given x positive given x positive given تشخيص بتاعي positive اوكي وعكس بقى لو انا بكلم على probability of x given y يبقى معنى كده probability بتاعت ان انا انا شخص x دي ده positive given y d positive اوكي فبتبقى حاجة بالشكل ده كده فهي بتاعتنا to calculate the disease probability اللي هي ال event اللي هو ال y event بتاعنا after having obtained the opposite result اللي هي ال x بتاعتي اوكي فبتكلم على post test probability يعني بكلم على الحاجة اللي بعد الاختبار يعني probability of y given x ان انا اعملت اختبار وطلع لقيمة x معينة هل قيمة x المعينة دي تديني يعني advantage انها دي رايح سب y او 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 دي رايح سب النسبة بتاعت الاحتمال وجود y دي بشكل احسن ولا لا اوكي طبعا فيه concept of odds ده اللي هو طبعا معروف يعني عموما في probability ان هي النسبة بتاعت ان انا عندي ال subject دي عندهم المرض ومعندهمش يعني لو قلت مثلا عندي يعني meet subject في عندي مثلا اربعين منهم يعني في المية دول عندهم المرض وستين ما عندهمش يبقى odds ratio بتاعت المرض هي اربعين لستين يعني اربعين فيه وستين مفيش وبالتالي برضو ما يكون عندنا ال odds هي عبارة اي اللي بي او اي رايح سب اللي بي يبقى ال frequency تاعتنا في ال whole sample هي عبارة اي اي على اي بلاس بي لان احنا باسيكلي عندنا ال total بتاعنا هو عبارة اي بلاس بي لو باخد اي على اي بلاس بي بقى بطالة حاجة زي disease prevalence كده يعبارة كان positive بالنسبة لكل ال population لو انا عندي بقى ال frequency معروفة يعني عندي frequency بال whole sample في ال whole sample معروفة زي مثلا disease prevalence معروف يبقى معنى كده ال odds ratio ممكن ان اضلاها ان هي عبارة عن x على 1-x لو بتكلم مثلا عن frequency بتاعت ال disease prevalence بتاعتي بكلم مثلا ان هي مثلا 50% يبقى معنى كده بتكلم على ان ال odds بتاعتي هي عبارة عن 0.5 على 1-0.5 اللي هي التطور 1 وهي 1-1 لو احنا استعملنا بقى ال Bayes theorem وحطناها in terms of pre وال post test disease او ال odds بتاعتنا بالنسبة لل disease اللي هو قبله وبعد الاختبار هنلاقي ان احنا ممكن نحط ال Bayes theorem انها عبارة عن odds of post test disease بالنسبة لل odds بتاعت ال pre test disease اللي هي علاقة بحاجة اسمها ال post likelihood ratio حيث ان ال post likelihood ratio دي عبارة عن sensitivity على 1- specificity وبالعكس بقى لو بتكلم عن negative result بقى بتكلم على post test disease absence بتسوي negative likelihood ratio في odds of pre test disease او او اي عبارة عن 1- sensitivity على specificity فعامتا في ال واقع لما بيكون عندنا ال post likelihood ratio معروف بالنسبة لل test احنا ممكن نغير ال pre test probability to post test probability فعليا دي حاجة مهمة جدا لان فعلا بتدينا حاجة قيمة جدا 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 قبل ما نعمل الاختبار او نقدر ناخد او نقدر نعرف بالضبط بعد الاختبار النتيجة هتبقى قيمتها ايه او علاقتها ايه بالواقع فعلا الحقيقة الحاجة اللي بتطلع لنا زيادة من likelihood ratio او بكلم عليها دي النية بتانسر 2 questions to what extent does the positive result of the test increase disease probability او positive likelihood ratio او to what extent does the negative result of the test reduce disease probability او negative likelihood ratio يعني بتكلم على ايه بتكلم انا دلوقتي disease prevalence دايه معروف لو انا دلوقتي جيت اعملت اختبار معين والاختبار ده طلع لي النتيجة positive يعني فيه disease موجود الاختبار ده ال positive بتاع الاختبار ده معناه انها بتزود ال probability بتاعتي قدئين المرض يبقى فعلا موجود عند الشخص ده او لو انا مثلا نفس disease population عند شخص معين تاني لو انا اطلع لي من نفس الاختبار ده negative result الكلام ده معناه ان هو نسبة يعني probability بتاعتي ان المرض ده عنده قلت بنسبة قدئين اوكي فطبع انا بتكلم في الاخر ان انا يعني نحط نفسنا في يعني في موقف الطبيب اللي هو عارف ان المرض ده منتشط بشكل معين وبيعمل اختبار عشان شخص معين اوكي بعينه وعايز بعد الاختبار ده ياخد نتيجة الاختبار مع ال background اللي هي معروفة بتاع disease prevalence وهو يحكم بعد كده يعني يشوف اذا كان النتيجة دي حسنت ال prediction بتاعه او حسنت ال diagnosis بتاعه بشكل احسن او لا لا يعني هل لما اقول ان الحالة بتاعتي positive يبقى انا كده بعلي ratio بتاع positive يعني diagnosis بشكل كبير بحس ان اقدر اقول اكونكلود على طول ان ان الشخص ده عنده المرض او لو انا اطلع لي negative هل اقدر اكونكلود على طول ان ده ما عندوش دي حاجة اللي انا بقى لقيها من likelihood ratios بتكلم عليها هنا دي فباسيك ممكن اقول ان هي بتقونتيفاي power of an examination يعني power يعني قوة الاختبار ده ايه يعني لو احنا لقينا ان هما الاثنين اللي هو positive likelihood ratio negative likelihood ratio الاثنين بيساويوا واحد الحقيقة ما فيش عندنا اي اختبار الاختبار بتاعنا ده ما يديش اي معلومة جديدة خالص بمعنى ان انا ال pre test هيتطلع هو نفسه ال post test او شوفنا في الاثنين يعني معنى كده ان انا مستفدش اي حاجة من الاختبار خالص يبقى معنى كده مستحسنش عامله من الاول كده لو في عندي مثلا مثلا تحليل معين او عندي مثلا اختبار بالاشعة معين او تصوير لمكان معين في الاخر ما بيفريش معايا في الاخر في التقييم بتاع المريض ده يبقى احسن يمعملوش لو لقيه بقى بالعكس لو positive lr positive likelihood ratio is high بمعنى ان طبعا في الحالات دي يبقى negative likelihood ratio is low الحقيقى diagnostic performance بيبقى عالي ساعد اوكي فانا دايما بحاول الاقي اختبار يبقى عندي positive likelihood ratio دي تبقى عالية وال negative likelihood ratio تبقى قليلة علشان في الاخرة اقدر اعتبر ان الاختبار بتاعي ده يبقى قوي واقدر اقول diagnostic performance بتاعي يعتبر عالي الحقيقى الناس يعني عمد حاجة اسمع فايجانز بايزين نوموجرام ده هدفه انه هو بدلا ما الناس تحسب للاسف فيه في ال medical side فيه ناس كتيرة مش بتحب الحساب يعني ممكن تتلخبط ارقام كتير فباسيكلي حاطط لنا هنا ال pre test probability وال post test probability واحنا مجرد ان احنا بنشوف ده ونوصله بدا ونشوف الرقم اللي هنا كام اوكي وعلى اساس كان حد likelihood ratio بتاعتنا عاملة ازاي اوكي يعني احنا بنحسن النسبة بتاعتنا تبقى ده اوكي فمعنى كده ان انا دلوقتي او لو انا مثلا فرضا likelihood ratio بتاعتي انا عارفها يبقى معنى كده بوصل من ال pre test لغاية الحاجة اللي انا عارفها هنا دي اللي هي الرقم اللي هو اللي موجود هنا ده وكمل هنا عشان اعرف ال post probability كام فمثلا لو انا بتكلم على ان انا في عندي اختبار معين ناخد مثلا هي الامثال اللي موجودة عندنا هنا عندي اختبار معين اوكي اوكي هلاقي ايه هلاقي ال point 5 دي في الاخر هتروح ال point 5 ما زود نتيش اي حاجة خاص ما فيش اي معلومة جديدة جات لي لو كان عندي نفس ال like hold ratio برضو واحد وكان ال pre test probability الوقت 0.05 0.05 هنمشي برضو غاية واحد هذا 0.05 برضو فيش اي حاجة هتغيرتلي خالص لو انا فرضا دي ما بقتش واحد دلوقتي بقت خمسة لا في كتير هيتغير دلوقتي دي point 5 دي هتبقى كام دلوقتي هتبقى اعلى من point 8 هتبقى مثلا point 8 5 عالي تجامد يعني بقيت عندي ثقة اكتر ان فعلا المرض ده بقى موجود اوكي لو انا بتكلم على ان ايه ما كانتش كده كان point 2 مثلا كويس يبقى معنى كان point 5 دي لا ده نزلت بقى بقت ايه بقت point 2 يعني هنا كانت probability بتاعتي point 5 قلت بقت كان بقت point 2 فطبعا دي طريقة يعني graphical كده بحيث من انا بدلا معنى ده نحسب الحسبة دي بقى دي ايه اوكي وطبعا حاجة الاسهل في وجهة نظري يعني ممكن بدلالة ال pre test ودلالة ال likelyhood ratio بكام ممكن على طول من هنا نجيب الايه نجيب ال post test probability بتساوي كام في طريقة اخرى برضو ممكن نبص بيها على ال الالاقى اللي احنا شفناه في ال ال الالاقى بين ال pre test وال post test probability ان يبقى فيه عندنا كيرف بالشكل ده كده الكيرف ده لو احنا عندنا قيمة معينة لل pre test probability ممكن على طول منها فورا نجيب الايه ال post test بيساوي كام طبعا بيبقى فيه عندنا ال positive likelihood ratio او negative likelihood ratio مرسومين وحسب انا بتكلم على ده او لا على ده ببص هنا في الكيرف بتاعي ده فالحقيقة فيه هنا مثال لطيف جدا يعني موجود في ال reference بيكلم على حالة معينة او اختبار معينة study معينة عملت علشان ي detect pulmonary embolism او deep vein thrombosis يعني بيكلم على ان هو عاوز ان هو بطريقة ما يلاقي يعني indicators تدي له conclusive diagnosis ان الكلام ده موجود ولا مش موجود فهو في الاول خاص بيبتدي بحاجة اسمها D-dimer تحليل حاجة اسمها D-dimer ده عبر عن حاجة موجودة في الدم تحليل ممكن تعمل تحليل دم يضا يطلع اذا كان عنده ولا ما عندوش فالتحليل دوت يعني لو هو طلع مثلا عنده 0.8% يعني طلع هنا مثلا ال pre test بربيتي مثلا 80% هيطلع لنا مثلا post test مثلا بيكلم على 85% اوكي لو هو positive يعني او طلع هو positive بالنسبة 80% هيطلع 0.85% في ال post test لو هو negative لان هو بيبقى حاجة قليلة خالص بيكلم على 0.25 ولا حاجة ممكن احنا نجنورة الى حد ما يعني نقول خلاص كده يعني لو هو negative هنا خلاص يبقى ما عندوش لو هو positive هنا عايزين يتأكد كمان زيادة نشوف اذا كان هو فعلا يعني المرضى عنده فعلا ما عندوش فبنعمل اختبار زيادة اختبار زيادة بيبقى عبارة عن CT بالمونرى انجيوغرافي اوكي فبنعمل حاجة بالامنجي بقى ريديولوجي هنا بيخش معانا كويس ده بيبقى عندو كرف مختلف كده بالشكل احنا شايفينه ده نفس العلاقة برضو من ال pre test وال post test بس عندنا هنا lucky load ratio بتبقى مختلفة شوية اوكي فلو احنا برضو هنا لقينا النسبة بتاعتنا برضو في الحدود اللي احنا نسبة اللي لقى هنا كان 0.85 اوكي عند نفس 0.85 دي لو لقينا لو عملنا الاختبار لو طلع positive ببص هنا في الكرف عند 0.85 هلاقي ايه هلاقي ان هو almost 100% يبقى على طول ممكن تكونكلود من هنا على طول فورا ان ايه ان كده خلاص ده ده بالتأكيد ما عندوش حاجة اوكي لو هو طلع negative بقى negative result هنا بطلع لي كان 0.3 0.3 دي يعني 30% 30% معناها لا ده كده مش حاجة اقدر ايجنور يعني لما يكون طلع positive اختبار وفي الاختبار التالي يطلع لي 30% لا لازم اعمل اختبار كمان زيادة علشان اتأكد اذا كان فعلا موجود ولا مش موجود المرض ده فبعمل له بعد كم مرحلة التالتة بقى بعمل indirect CT في فينوغرفي برضو له برضو كيرف بايه ب different likelihood ريشو اوكي فلو انا بكلم بقى على النسبة اللي هي 30% دي بشوف عندها هنا الاحوال ايه اوكي لو هي كيرف بتاعه بتاع ال negative اهو لو هي طلعت negative هنا بتلاقي ال probability بتاعتي بعد ما يطلع اثنين negative negative هنا و negative هنا بتطلع لي اقل من 10% بتطلع لي 5% 5% شكلها كده شكل كده نتيجة بتاعتنا ان دي اكدت دي يبقى فعلا هتأكد ان هو negative انما لو لقيت هنا positive عند نفس 30% دي يبقى معنا كده بتكلم على نسبة ان هي كام فوق 70% يبقى عنده يبقى معنا كده ان اتأكدت هنا برضو ان هو عنده لو طلع هنا 30% لو طلع هنا negative وهنا positive يبقى معنا كده ايه بقى هو شكل كده ان هو فعلا positive اوكي فاخد نتيجة كده ان هنا positive فالحاجة اللي بتشوفها هنا كده ازاي انا بنستعمل الفكرة بتاعت likelihood ratio دي عشان ا confirm ا confirm النتائج بتاعتي ا confirm من الاختبار الاولان بتاعي باختبار تاني و confirm في الاختبار التاني باختبار ثالث انا هنا النسبة بتاعتي كانت 80% او قل من 80% بشوة زيارين طلع لي post test probability بتاعتي حاجة زي 85% 85% معناها ان هي فعلا شكلها ان هي قوية يعني شكلها فعلا احتمال كبير يبقى موجود عايز ا confirm الكلام دا ا confirm الكلام دا بالاختبار دا الاختبار دا عند ال 85% لو طلع post يبقى اكيد خلاص عنده مفيش كلام يبقى مية في المية خلاص اوكي لان 85% معناها ان باخد نتيجة اللي هنا دي اللي هي post test دي تبقى هي pre test بتاعي دي بقى اوكي فالpre test بتاع دي 85% يبقى معنا كده خلاص يبقى هيوصل هنا في post test بتاع المرحلة التانية دي ان هو almost 100% يبقى كده خلاص يعني disease confirm no موجود لو طلع في الاختبار دا negative بلاقي ان negative probability بتاعتي بتبقى اللي هي post test probability بتاعتي بتبقى 30% يعني النسبة بتاعتي ان هو يعني عنده المرض دا بتبقى 30% 30% نسبة مش قليلة باخد 30% دي بقى هو من الاختبار ثالث الاختبار بتاع دا لو طلع positive لا بلاقي ان هو كده فوق 70% كده خلاص بعتبر ان هو كده لا دا likely ان هو يبقى عنده انما لو لقيت ان هو negative نيجاتف خلاص بقى بشوف كده زي ما احنا شايفين كده بلاقي النسبة قلت عندنا post test probability يبقى عنده disease بعد ما طلع عندي negative هنا ونيجاتف هنا بتكلم على انها حاجة زي 5% 5% دي فعلا reliable احنا اقول اللي ما عندوش فاحنا بنستعمل الاختبارات بتاعتنا ونمشي في الكرباب بتاعت اللي هو condition probability curves دي بحيث ان احنا يعني نقدر منها ان احنا نطلع ال ال diagnosis انطلعنا بشكل more reliable الحقيقة في الاختبارات بتاعتنا عموما كلها في الاخر بنقى ان احنا بيبقى في عندنا dichotomous judgment يعني بيبقى عندنا اما yes or no decision أو yes or no question about the malignancy فعامتا هنلاقي ان احنا عندنا مشكلة كبيرة الحقيقة ان احنا هنلاقي فيه لما ديجي نعمل dichotomous judgment من ده ايه threshold نحنا ناخده اوكي فبنتكلم ان احنا عندنا لو بنتكلم على الكيرف اللي هو بالاخضر ده ده اللي هو الحاجة اللي هي شكلها normal وده كده هي دي الحاجة اللي شكلها abnormal نتكلم على درجات مختلفة من المرض اوكي فعامتلا مجي ناخد dichotomous decision بقى معنا كده اسم نحط خط كده واقول ان الناحيات دي مثلا negative والناحيات دي positive اوكي ملاقش حال تالي فدي الطريقة الوحيدة اللي احنا نقدر بيها نجيب decision يبقى binary من حاجة شكلها continuous بالشكلها شايفينه هنا ده طبعا ال decision line دوت او decision boundary بتاعنا ده اذا ممكن نحركه هنا هنا يعني حسب الطبيب نفسه حسب السيستم بتاعي طبعا لما بحرك ده هنا او هنا زي ما انا شايف الآن الجزء اللي هنا ده زي ما كنت ابتكلم wähهه نص اكتر منه اكتر منه واقل منه تبقى ناجتف لازم اعمله بشكل ما شوية اختيار بشكل حكيم يعني او اعمله اختاره علشان اختاره يبقى فعلا احسن اختيار ممكن انا استعمله في التشخيص بتاعي في امثلة بقى على كده لو انا بتكلم على حالات مختلفة لان طريقة الاختيار بتاعتي مفروض تختلف لو اتكلم مثلا على يعني standard clinical setting بيبقى في عندي عادة overlap صغير بين disease وبتوين الايه بين normal اوكي فيه small overlap فلو اخدت line هنا في النص بينه هيبقى فعلا مش بطال ابدا اوكي لو انا بتكلم على في early stage في screening لان ده بفيه overlap اكبر اوكي ليه لان فيه جزء كبير بيبقى لسه البوادر بتاع المرض لسه موجودة او هي اللي فعلا بتبتدي تبقى موجودة والحاجة اللي هي major بقى اللي هي ديز نفسه يعني خلاص بقى بتدقى عراضه تبان بيبقى لسه ما مظهرش في screening فلاقي ان فيه overlap لغاية نص النص اللي هو abnormal تقريبا يعني فالoverlap هنا اكبر بكتير فهنا هتتوقع ان يبقى فيه errors اوحش بكتير اوكي او هلاقي licensivity or specificity value بتاع بتاع بتوعي مهماش حلوين قوي زي ما كان ممكن اجيبهم من هنا لو بتكلم بقى على الديز بتاعي في late stage يعني حد عنده مثلا واحد الستة مثلا في الماموغرافي عندها mass والmass دي شكلها ان هي من بره كل الانديكيشن ان هي مثلا ايما abscess مثلا ايما فيه مثلا كارسينوما مثلا والاتنين شكلهم مختلف تماما في الاحساس بالبالباشن من بره خالص فمعنى كده انا بكلم على ان فيه فرق كبير بين الاتنين فصعب جدا ان انا miss ده من ده يعني كل ما انا بتكلم ان انا يعني later stage في المرض كل ما كان الفرق بين الاتنين دول اكبر طبعا ما ايه الشطار ان انا اوصل هنا انا هنا اكشوري once ان انا بقيت هنا ممكن ما بقاش عندي options في العلاج فلازم ان انا اكشوري بحاول ان انا اكون هنا اكشوري وحاول احسن هنا المشكلة بقى في ال elderly healthy subjects هلاقي عندي بعض الناس اللي هما سنون كبير هتلاقي نتيجة يعني normal case بتاعته او normal status بتاعته ما هياش زي normal العادية بتاعت ال healthy younger subjects فهلاقي فيه overlap جاي مجرب من ال aging نفسه فدي برضو بتبوز problem عندنا في ال diagnosis ان في بعض الناس اللي هما سنون كبير بيتشخصوا ان هما عندهم امراض هما اكشوري ما عندهمش المرض ده نتيجة لل normal variations اللي بتحصل مع ال aging فدي برضو واحدة من الحاجات اللي احنا لازم ناخدها في اعتبارنا فطبعا لكل situation بنلاقي زي ما احنا شايفين كده decision line بتاعنا ممكن ان هو يتغير وال decision line ممكن ان هو يعني يبقى عنده قدر ان هو يجيب يعني نتائج محددة نتائج معينة ما يقدرش يعلى عنها يعني ما اقدرش مثلا اقول ان انا هنا ده يعني اقدر اوصل زي الهنا ده كده مثلا هنا ما اقدرش ده ان فعالين مهم ما حركت الخط ده هنا ولا هنا عمري ما اقدر في الاخر ان انا جيب كل ال negative كله negative وكل ال positive positive اوكي فاحنا بيبقى فيها عندنا حدود حسب ال population بتاعت ال disease بتاعت النورمال وب population بتاعت disease بتاعت الكيس بتاعته الحاجة اللي احنا بنستعملها بقى عشان نحاول نعبر بها عن الاختيار دوت هي باستعمال حاجة اسمها ROC Curves او Receiver Operator Characteristics basically دي بيرسب فيها sensitivity versus واحد على ال 1- specificity اوكي دي ببقى basic من غير threshold بتاعنا يعني نحط threshold بتاعنا يعني ياخد كل الحالات مثلا تبقى positive لو انا مثلا عندي الحالة بتاعتي او كل الحالات اللي جاد لو عندي 100 حالة وانا عايز sensitivity بقى 100% انا ممكن اعمل ايه؟ هقول كل الحالات دي مغير ما بص عليها اسلا هقول كل الحالات دي positive كل الحالات دي positive معناه ان لو كان في حاجة فعلا positive هبقى اكيد جيبتها بس انا كده عملت false negative false positive كدير اوكي فلما باخد الحالات كلها positive ما هيش حاجة حلوة طبعا اوكي ولما باخد كل حاجات negative action متبعاش حلوة برضو فالنقطتين اولين والاخرين دول مهمش قيمة قوي لما بغير بقى القيم بتاع sensitivity versus specificity بتاعتي حسب بقى اختياري في الخط بتاعي بحرباك وحطه فين بيجيلي نقط كده والنقط دي ممكن درسم بها curve يعني ممكن افتت انها تبقى curve بالشكل ده كده الarea under the curve اللي هي تحت الكيرف ده كده كل ما كبرت كل مكان احسن كل ما diagnostic test بتاعي كان حاجة بالشكل ده كده الاريا بتاعته كبيرة يعني لو شايفين الاريا دي اللي هي excellent دي كبير قوي والgood اقل منها شوية ال poor هي اللي قليلة خالص اقل حاجة خالصة وصلها هي اللي هي عبارة عن y بتساوي x دي مانهاش اي قيمة خالص يعني ده اوحش test ممكن احنا نعمله اكشرية ففعليا كل ما احنا يعني في الاختبارات بتاعتنا بنجرب احنا بقى ب different thresholds ونشوف بقى بعد كده انهي واحدة من diagnostic test بتاعتي بتجيب لي اعلى area under the curve فدي طبعا حاجة من الحاجات اللي احنا ممكن نقيم بيها الاختبار بتاعنا ده هل يبقى كويس ولا يبقى وحش او نقارن بيها different diagnosis methods او different يعني لو في عندنا different classification methods مثلا ممكن بسهولة جدا باستعمال ROC curves نقدر ان احنا نشوف اني واحدة فيه ممكن تبقى انسب بالنسبة لل population فدي واحدة من الاختبارات اللي احنا ممكن نعملها برضو عشان نحاول نلاقي optimal classifier بالنسبة للحالات اللي موجودة عندنا طبعا الكلام يكلم فيه ناردة كان كلام كتير الحقيقة وكلام له علاقة قوي بال biostatistics احب الناس برضو انها تفتكر ال problem اساسية اللي احنا بنعالجها في الكورس دوت وهي الماموغرافي فكنت عايز الناس تبتدي تبص على بعض الحاجات اللي هي بتستعمل في الاريا دي ففيه حاجة اسمها ال bi-rads system ده عبارة عن system of reporting بيخلي الدكتور اللي هو بتاع اللي بيبص على الماموغرافي بيشخص الحالة كده محطوط من ال bi-rads system فاحنا الوقت عايزين نعرف ال scoring system ده based على ايه وعايزين احنا نريبورت عليه عايزين نقدر نقراك ويس او نقدر نعمل شوية search عشان نفهمه اكتر شوية وعايزين نكتب كود علشان تبتدي implement the statistical measures اللي احنا شفناها في المحاضرة دي الحاجات البسيطة اللي هي sensitivity and specificity والpredictive values والحاجات دي كلها والمطلوب الحقيقة برضو يستحسن عشان الناس في تتخيل موضوع كويس قوي عشان تبتدي تتخيل statistics اللي احنا بكلم عليها دي موجودة ازاي في ال literature انا انصح الناس انها تنزل اي paper في computer edit diagnosis في الماموغرافي وتشوف بقى performance measures المستعملة وتقارنها بقى بالحاجات اللي شفناها في المحاضرة دي اللي بتدي بقى ان شاء الله من المحاضرة الجاية نتكلم بقى في ال component بتاعت computer edit diagnosis عشان نبتدي بعد كده نتكلم علي actual implementation بتاع ال cad system ال cad system